استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سوفيان سلواتش رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة حرصا منه على دعم المستثمرين في قطاع الصيد البحري وكان هذا اللقاء فرصة لاستعراض فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات خاصة في مجالات بناء وإصلاح صيانة سفن الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والقرية كما خلص هذا اللقاء المثمر إلى الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال لورشات صناعة الصفن وأعدد من مزارع تربية المائيات بالأقفاص العائمة بالبحر وتربية سمك البلد الأحمر للإطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية مع دراسة إمكانية تطوير الاستثمارات في هذه المجالات